اشتركوا في القناة هالعيد عزيز جدا على قلوبنا جميعا لانه هذا العيد خاصة نضمن لبنين هو من الدول القليلة اللي بتحتفل فيه وهو عيد بيجمع الديانتين الاسلامية وايضا المسيحية نهار اللي بشر الملك جبريل بولادة سيدنا المسيح لستنا مريم عليها السلام وخاصة وانه هالنهار فعلا بيخلينا نتذكر قديش لبنين غني بتنوعه خاصة وانه دايما منقول انه في 18 طايفي بلبنين خليه يكون هيدا فعلا غنى ما يكون اشي نتخانق عليها لامور تيفها ولامور غبية ادخلينا ننجر وننجر في وراء عواطفنا ما نفكر ابدا بمصلحتنا الاولى اللي هي محبتنا لربنا وايضا محبتنا لوطننا اليوم بعالم الصباح بعدنا امتبعين معكم بمواضيع المتعلقة بالمرأة وخاصة اسئلتنا على الفيسبوك اللي عم نتواصل فيها معكن حبيت اسأل اليوم السؤال لانه في كتير جدل حول هالموضوع هل المرأة خرج تكون مديرة او لا او اذا انتو اذا كنتو رجال او نساء بتتقبلوا انه تكون مديرتكن امرأة وقلتكن قولوا صراحة لانه في ناس اوقات بيسيروا او بيكونوا ديبلوماسيين لا انا بدي الجواب الصحيح رح خبركم بعد شيء تباعا شو كانت الاجابات لليوم الشاف شادي كمان معنا بالستوديو صباح الخير شاف ينعد عليك غيدا ينعد علي جميع بسرعة وعافية ان شاء الله ايامكم كلها تكون حلوة اليوم في عنا بعض الامطار ايه انا اجاد لك كيف التقص بين قلب كمان وانهار هيك لبنان بيكون مخدود الهار بيكون كمان بعايد فان شاء الله كمان اليوم يكون عيد بجنة للجميع وانهار حلو عطلة عم يحضرونا بالبيت برحب فيكم نهارنا رح يكون بعايد تعرف ادبسار هالفترة هيك التقلوبات المناخية كتير كبيرة يعني مع بداية فصل الربيع بلشنا نرجع نشوف التقص عبيرجع يضيع يعني مش عارف حالو الدنيا ربيع والجو بديع تغييرات عم بتصير كتير انا لفت لنظري دعاية مهضومة كانت لأحد سيبير ماركات ما رايح اقولها بس شفتها على الفيسبوك على انهار عيد الامهات وحطين ملفوفة على الصورة الاساسية تبعيتهم وحطين انه مش من الملفوفة يعني خبروا ولادكن انه ولادكن ما بيجوا من الملفوفة ما تدخلوه لحتى يكبروا بعدين يشوفوكم عم بتقطع الملفوفة ويخافوا وموتوا رايح بيقولوا نحنا كنا قادين جوه متل ما شفنا الملفوفة هلا عدشة في شادي اكيد راح نرجع نروح لعنده من التعليقات اللي وصلتني ضغري لينا بتقول اكيد لا عبير كمان بتقول لا ما عندها مشكلة سوريا ما في مشكلة لا امرأة ولا رجل المهم تكون محترمة وعادلة محمد قم بيقول اكيد حسب المرأة وحسب نوع العمل وبيصير العمل في احترام اكتر قلينا نشوف بريفيو اليوم ومنبدأ سوا بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن هادية بيع الموضة خفيف نظيف مع كارلا مشكلة الاكتام والاسهال وحلولهم بالنظام الغذائي انواع جديدة من الزهور والشطول منتعرف عليها مع كيندا بأرض ورد كارمن تستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك غراد جديد منتعرف عليها مع دومينيك بتيفي شوپينج بوقتها اذا عندك مشروع عمل مستقل تعرف على برنامج بادر للشباب المبادر ورشة ملح مع شفشادي على جراتان في ليس سمك رح نتابع محطاتنا بدايتها دايما بتكون مع كارمن والأبراج سابقكم من خير اليوم الثالثة 25 أذار مارس اليوم الأمر مرافقنا من برش ترابي مثل مبارح برش الجدي والأجواء بعد جيدة لأبراج ترابية الثور العثراء وأيضا الشدي كيف رح بيكونها النهار خلونا نبدأ مع أول برش برش الحمل بالنسبة لألك هيدا نهار بعضهمهم مثل مبارح يمكن تحس بيتوتر وبيقلق واضطراب يمكن بسبب أحد أفراد العيلي يمكن بسبب الشغل يمكن بسبب حياة اجتماعية صاخبة المهم خليها نهار يمرق بسلام وبعتبر الأكثر توترا وتعبا 1-2 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور مولود برش الثور نهار إيجابي بيساعدك تلاقي مطرحك ترجع تستعيد الثقة بنفسك ترجع تتقدم وتاخد خطوات كبيرة احتمال يكون فيه نوع من سفر أو طالع بالك أنك تغير وتجرب شي جديد تجربة جديدة اليوم مقبولة وبتشجع بيبقى المولود الأكثر حظا 2-3 و 4 أيار مايو ننتقل لبرش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء مطلوب منه المسيرة المزيد من المسيرة والمجيملي مطلوب منك أنك تدقق بالوراء وبالمعاملات مجددا ومجددا يعني أنت بلك تكون واقف على شغلك مش شخص آخر لأنه على الأرجح تفصيل صغير بسيط هو اللي بيخربط لك كل الشغل وبعتبر المولود الأنشط اليوم هو مولود 13-14-15 حزيران ننتقل لبرش السرطان حاول مولود برش السرطان اليوم ما تخربطها حاول أنه تضلك ماشي على السكة الصحيحة اضبط عصابك حاول أنك تفكر قبل ما تحكي حاول تتجنب يمكن العبارات يمكن تأنيب أو الكلمات يمكن الجارحة اليوم عندك طاقة كتير كبيرة بتخولك توصل لأعلى منصب إذا بدك والأكثر حظا 3-4-15 تموز يوليو ننتقل لبرش الأسد شغل كتير بهذا النهار وعلى الأرجح شغلك بياخدك لبعيد تنتقل من مكان إلى آخر من منطق إلى أخرى من مكتب إلى مكتب أو يمكن تضطر تتعامل مع وجوه جديد شخص جديد ما بتعرفه يمكن هو يقدر يساعدك بجميع الأحوال حاول تتكيف مع الأجواء والأكثر حظا موليد تموز أيضا 4-5-6 أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء مولو برش العذراء نهارك جيد بيساعدك أنك توصل لحل لتسوية ولمصالحة نصيحة ما تترك أمور مهمة معقدي أو مشربكي للأربعة يام اللي جاي ليش؟ لأن الأربعة الخميس الجمعة والسبت رح بيكونوا مشربكين ومعقادين فاليوم هي الفترة الأفضل لحتى تتحرك وتحلح الأمورك وبيبقى الأكثر حظا 5-6 أيلول سبتبر ننتقل لبرش الميزين مولو برش الميزين هيدا نهار معقول يسبب لك خلاف مع شخص قريب منك ممكن بالمكتب بالشغل الحياة الاجتماعية أو خاصة أحبائك وشريكك بالحياة هيدا نهار معقول يسبب قطيعة أو جفة فانتبه من المشاكل اليوم أدخليات تتأزم خاصة إذا كنت من موليد 16-20 أكتوبر كن حذر وخاصة بعد عن المشاكل والحوادث منكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب نهار نشيط ونشاطك اليوم بيعطي نتيجة جيدة وحلوة وبتفيدك كتير هيدا نهار أفضل من اليومين المقبلين هيدا نهار الكلمة الحلوة عندكيها سرعة الخاطر عندكيها زكاك اليوم بيبين صفاتك الحلوة بتبين اليوم والأكثر حظا 3-4 و5 نوفمبر تشرين الثاني ننتقل لبرش القوس أيضا نهار جميل بانتظاره مولود برش القوس من الأيام الإيجابية اللي بتخلي مولود برش القوس يمكن أحسن من غيره ياللي بتخليه انه يمكن هو يربح ويتقدم أكتر من غيره هيدا نهار في ربح في تقدم ويمكن يكون النجاح والربح اللي بتحصل عليه معنوي ليش لا؟ ميداليب وكافأة والتشجيع كمين بيفيدو والأكثر حظا 3-4 و5 و6 كنون الأول ديسمبر منكمل مع برش الشدي مولود برش الشدي دخل لحياتك شيء جديد الروتين جرب تطلع منه في شيء جديد بيفيدك اليوم قرار بتسمعه إذا ناطر خبر اللي علاقة فيك شخصيا أو بالعائلة أو بالبيت على الأرجح بتسمعه اليوم إذا ما سمعتم بارح عتبة جديدة صفحة جديدة وبعتبر الأكثر حظا موليد كنون الأول ديسمبر أيضا 7-10 كنون الثاني يناير منكمل مع برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو الجو اليوم يمكن يحمل لمولود برش الدلو بعض التأخير معلش الأمور منها لحالة رح تزبط في اليومين المقبلين الجواب اللي ناطره حاول ما تلح عليه اليوم لأنه بتزعل بيزعلك انطور بكرة وبعد بكرة انفراجات تقدم نجاح شعبية وأيضا في نتائج أفضل بكتير نتبه اليوم من المتاعب من التراجع من الاستفزازات اللي اللي بعتبره أكثر تعبا من غيره هو مولود شباط فبراير آخر 13 13 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم صفحة كتير مهمة مهنية واجتماعية صفحة بتبيض الوجه إذا أنت جاهز الارتجالي ممنوعة هذه السنة خاصة من الأمور الإدارية المهنية والاجتماعية نيسان أبريل أب أغسطس ديسمبر الكنون الأول أني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا كارمن متابعة مع تعليقاتكم كمان ريان عم بيقول أو عم بيقول أكيد لا الأهم يكون صاحب كفاءة أنه يتكون مرأة بس يكون صاحب كفاءة أمل عم بتقول طبعا لا يوسف عم بيقول مش مهم يكون رجل أو سيدي أو رجال أو نساء المهم يكون في طريق التعامل برقي واحترام أيضا نادر عم بيقول لابدا أنا بحب أنه تكون مديرتي واحدة ست بس ست مش ست مسترجلة وما أكتر أوكي لتكون سيدة عندها أنوثة أكيد فرح عم تقول لا في كتير نساء قادرات نينا قال أنا مديرتي إمرأة وجدت راحتي مع أكتر من يوم اللي كان المدير تبعه رجل وعم تقول سجود أنه ما فيها شي بالمؤسسات الصغيرة تكون المرأة هي المديرة لأنه بتبدع بإدارتها مش دروري بس بالمؤسسات الصغيرة فيها تكون كمير بالمؤسسات الكبيرة يا سجود ولا لا رح نتابع محطاتنا بعض لحظات على الموضة خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر